هو ياسمين زالت عشان هو قال عليها بردة؟ ولا زالت عشان هو بيكلم واحدة تانية؟ عشان أنا عندي مشكلة كبيرة قوي في خاصتي ياسمين لما عدت زكيرها أنا متدايق هي واضح أنها زالت أنه قال عليها بردة صح؟ يعني آه إزي يقول علاكت؟ هينما هي عارفة أنه بيكلم ستات تانية هو عايدي مكبر دماغها وسمحيته قبل كده فيها كثير فعلا وكلمة بردة هي اللي وقفت عنها لو قال عليها أن أنا أمر عاديها فكرة أن الراجل يتكلم على مراته مع ستة تانية دي ظاهرة يعني إيه مو هيكلم مامين؟ يعني بتحصل بتحصل كتير قوي إنه ممكن يصور مراته في البيت عشان يثبت قد إيه هي مهملة في نفسها ويبعتها للسروط البنت اللي بيكلمها أو الست اللي بيكلمها ودي حاجة طبعا يعني صعبة شوفتي عايش معها عشان التلاج عشان تعرف إنه مش مهترمية بما وإحنا وإحنا بنقول دايما لا إكلاشيهات اللي الجالة بيقولوها كتير وللأسف لسه فيه ستات بتصدق لأنه في قاعدة عامة إنه الراجل متزوج فهو سنجل مطلق فهو سنجل أرمل فهو سنجل أنا سنجل فوريفر هاني أنا سنجل أنت بتتكلمي في إيه؟ يعني عادي أنا عايش معها عشان العيال أنت إحنا الحياة بيننا مستحيلة ففي رجالة فعلا بتقول كده هو ممكن يكون بيقعد يقول كده للستات عشان يقعد يكلمهم ويتعدي آه وفي ستات كتير ستاس جا بتصدق بس دلوقتي يبقى فيه وعي ونسبة تفاهمة إن ديك للشهاد بتتردد طول الوقت وراجل بيقولها عشان يستمي للستة أو يستقطبها فالمفروض إن الستات تبقى أنصح من جد تبقى فهمة إنه كلام ده كله ما يثبتش أي حاجة ممكن تبقى علاقته ومراته كويسة جدا بسوبيا وهمها بدأ هي ما عندهاش كذا سبب إن هي تمشي عندها ما تمشيش لي بقى ما تمشي عشان أهلها بيرجعوها تاني أوكي هي فعلا بيتكره وبيتمقفولة منه ولا ده دلع أنا زي ما بحبيتك هكره وارد وده كتير ستات بتعمله إنها بتحاول تلاقي سبب للاستمرارية لأنها بتحبه يعني هي بتحاول تلاقيه أو فبتحاول تديله تصرفاته فبتكمل هي دي فكرة الفكرة إنه هي كمان مترخية شوية في كلام يعني أنا رحست إنها مش أصدق أو إنها تمشي يعني أنت بشحس إنه بعتلنا عشان نقولها كملي واستحملي يا بنتي لأنه لو هي عايزك هتترفع عضيها أو طريق المحكمة دايما بنقول أعرب من قصة حقيقية هو لو الأهل مش داعمين طيب ما تستقل هتقولي بقى فلوس ومش فلوس الستات بتشتغل دلوقتي وبتعمل أي حاجة عشان تعيش عنده خمس سنين وطفلة عندها ثلاث سنين وتشتغل لا يعني هي ملهش مصدر داخل خالص ما هو واضح إنه أهلها هم اللي بيصرفوا عليها وحتى يعمل الجماعية طيب يعني بدل ما أهلها يصرفوا عليها وهي قاعدة في البيت طيب ما هو ممكن هي تسيب لهم الولاد وتشتغل وانت عارفة يعني إيه كلمة مطلقة دي عارفة يعني إيه في مجتمعنا بنتي تبقى مطلقة ووسي أنا أقولك على حاجة انت ليه عايزة تبقى مطلقة عشان انتو زي ما دايما ما بيتقالك والكومنت اللي أنا ممكن أشوفها على السوشيال ميديا عشان انتو بتخربوا البيوت أو انتو جوز مطلقات أو انتو واحدة ما سبق لكيش الجوز قبل كده ومع النسا فعادي اللي هو الحاجات اللي احنا عميين نحاربها لا مع النسا ولا مطلقة ولا أي حاجة عيد لكن عيش تحت سقف واحد ما واحد ما يشواش اخترعوها الرجالة المؤذيين عشان يرهابوا بيها دي حقيقة انت لو كيفي كومنس خربت البيوت خرابت البيوت مؤذيعة وخربت البيوت ودي دكتورة خرابت بيوت عشان بنقول ان انتو ببقى في ناس منكم كتير مرضى وبيستغلوا ان الست ضعيفة ومش قادرة تقف اللي بيعلقوا الرجالة اللي من النوعية دي فعل بيقول لك ده هي وابعيني بقى الكومنتات الجديدة بيقول لك لدت لها دي في البيت دي تبقى جارية لجزهة بس هي بتقومكنتو